التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك بالبحر الميت على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية لغزة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد متانة وعنق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخرا مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين هذا وتناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تضافر كافة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى كافة مناطق القطاع مع التحذير من التداعيات الكارثية الأمنية والإنسانية الناتجة عن توسيع العمليات العسكرية في المناطق المقتضة بالمدنيين